السلام عليكم يا حلوين، أنا هاتون، وأهلاً فيكم بحلقة جديدة من هاتون's podcast موضوع الثقة بالنفس هم من أكتر المواضيع اللي بنحكى عنها بعالم تطوير الذات هو فعلياً منشتغل عحلنا كتير عشان نوصل لمرحلة الثقة أو المعنى الأصاحي الرضا بالذات اليوم رح أشارك معكم خطوات رح تساعدك بالثقة بالنفس وهي فعلياً الأشياء اللي ساعدتني عشان أوصل لمرحلة الثقة والرضا بالذات أول شيء لا تحكي مع حالك بطريقة تدمرك من أكتر الأشياء اللي بتدمرنا نفسياً وجسدياً هي الطريقة اللي نحنا بنتعامل فيها مع حالنا زي اللي منعاقب حالنا وأنا كنت مذنبي بهالشي كمان الطريقة اللي بحكي فيها مع حالي هي اللي شكلت حياتي لما كنت أحكي إنه أنا ما بعرف ألبس وما عندي أواعي فعلياً هذا اللي كان يصير ما كنت أعطي ثقة لحالي إني أجرب وأفتح دماغي على إشياء تانية واحتمالات تانية لأ طليت حاطة هيك معتقدات عن حالي اللي خلتني فعلياً ما أوثق بحالي حتى إذا بدي أروح أشتري أواعي جديدة لإني أنا مآمنة بحالي إني هيك ما رح أعرف أشتري ما كنت أعرف بشكل عام لمن شخص ما يكون عنده رضة بالذات أو ثقة بالنفس بيكون شخص هو مآمن إنه مستحيل يزبط معه أي إشي هو ما عنده ثقة بحاله فيه فمن أهم الخطوات اللي ممكن تعمليها وإذا بدي يعني أنك تخلصي الفيديو ما تذكري أي شي إلا نقطة واحدة هاي هي النقطة المهمة واقفي تكوني عدوة نفسك لا تحكي مع حالك بطريقة سيئة كل الأمور بتنحل وكنا بشر منغلط فسامحي حالك وإعرفي إنه كله رح ينحل من أكبر الأغلاط اللي بنعملها إنه منحط حالنا بعقلية الضحية اللي بتخلينا نحس إنه نحنا ما بيزبط معنا شي ودائماً مظلمين هات فعلياً بيدمرنا من جوا وبيخلينا مو راضين ومو وثقين بحالنا الخطوة الثانية المقارنة بتخلي شخصية نظيفة هذا الشي كنا مزنبين فيه المقارنة منكون الصبح طلعين ومبسطين ومسططين حالنا فجأة منشوف بنت حاسين إنه شكلها أحلى أو لابسة شي أحلى منصير نطلع حالنا بطريقة سيئة زي كأنه ما منسوى شي فجأة أو أنا عندي شي معين حبيته بس واحدة تانية عندها إياه بطريقة مختلفة ونصير نشوف اللي عندنا أقل واللي عندها أحسن أعتقد أنكم شايفين كيف هالشي بيأثر على الثقة تاعتنا من أكتر المفاهيم اللي صراحة ساعدتني أوقف يعني أوقف مقارنة هي مفهوم الإسم والنصيب خلص الله موزع الأرزاء بين الناس نحن منصير نحس إنه نحن أقل ومنصير نعاقب بحالنا بحكي ما بصير نحكيه مع حالنا أو أفكار نفكرها عن حالنا بس عشان حداً عنده إشي نحنا ما عنايا يعني بصير فيه شعور غيرة الغيرة إشي طبيعي موجود فينا كلنا لكن نحن منقدر نتحكم فيه وكيف بيأثر علينا خلينا نغير الطريقة اللي منتطلع فيها على الغيرة أوكي شو رأيك بدل ما تفكري إنه أنا بغار من هاي البنات ويا الله ما عندي إشي منيح تصير تفكري أنا ما بغار منها هي تحديداً عشان إشي معين عندها أنا بديها أنت بدك الشعور اللي هي حسيته بوجود هذا الإشي الغيرة فعلياً بتساعدنا بتساعدنا كيف نعرف شو الإشي اللي بدنا إياها بالحياة يعني مثلاً أنا شفت بنت بتسوء سيارة مرسيدس أوكي اللي أنا فعلياً كتير نفسي فيها يعني أنا ما بغار من البنت ولا بحسدها إنه بدي السيارة تروح منها لا أنا بدي الشعور اللي هي حسيته هي عم بتسوء السيارة وبهيك عرفت إنه أنا فعلياً حاب هاي السيارة بالذات مثلاً فلا تدائقي من حالك إذا حسيت حالك شوي غيرانة لا احكي ما شاء الله ويدعي الله يرزقك بنفس الشي وهالشي رح يساعدك تلاقي طرق إنك توصلي لهال إشي اللي أنت حبيته من أكبر الأشياء اللي عانت فيها زمان يعني هو إشي شخصي شوي بس فعلياً كان عندي مشكلة بالثقة بحالي من ناحية شكلي ما كنت أوثقة بشكلي كنت أشوف حالي إني أقل من البنات الثانين كتير كنت أقارن حالي مع البنات حرفياً أي بنت ماشي بالشارع نفسي أكون شكلها ولا أكون حالي يعني أكون أي حدا تاني ولا أكون حالي عبل ما تعلمت إنه إذا بضل أقارن ما رح يتعالج أي شي ورح أظني أحس بحالي زي هيك وبلشت أتقبل حالي وأطلع حالي بطريقة مختلفة من خلال إني صرت أشوف فيديوهات لبنات كيف بيضبطوا حالهم وبعتنوا بحالهم وبشعرهم وجسمهم وأكلهم ونفسيتهم وفهمت إنه كل هاي الأشياء بتغير بالشكل بشكل كتير كبير وفعلياً هذا اللي عملته وتغيرت بطريقة كتير كبيرة بس لإني بطلت أقارن وصرت أعمل الأشياء اللي بتناسبني وتناسب جسمي وشكلي مش عشان فيه وحدة عاجبني شكلها بتعمل شي لازم أعمل مثلها لأ يعني بطلت أعمل لما كنت على السوشيال ميديا بطلت أعمل فولو لبنات ما بشبهوني يعني صرت أعمل فولو لبنات بشبهوا شكلي عندهم نفس الملامح اللي عندي إياها أنا وأشوف شو الأشياء اللي هنا عم بيعملوها إنه عم تزبط عندهم وأجربها عندي وفعلياً في منها بتزبط في منها أشياء ما بتزبط ومن الشغلات اللي ساعدتني أوقف الغيرة هي الإيمان إنه اللي الله كاتب لي إياه رح أاخده ما حداً رح ياخد أي إشي مني وآمنت وصرت أشوف إنه كيف كل حداً فينا بتميز بطريقة مختلفة وصرت أحب أكون بنت يعني غير عن البنات التانين وصرت أحب أشوف إذا بنت لابسة شي كتير حلو أو شعارها كتير حلو صرت أحب هذا الإشي لإلها صرت أشو يعني أحب أشوفها زي هيك أحب أشوف البنات بعتنوا بحالهم ومهتمين بحالهم الغريب إنه بطلت أقارن حالي بأي بنت لا صرت أحكي إنه مثلاً بنت شفت شعرها كتير حلو أحكي واو ما شاء الله شعرها كتير حلو صرت أفكر إنه شو حاطة برودكتس على شعرها شو اللي أو مين الكوافير اللي بتروح عليه أو شو الفيديوز اللي بتحضرها أو شو طبيعة شعرها بدل ما إني أفكر إنه آه أنا مستحيل أقدر يكون شعري زي هيك هي إن ولدت زي هيك شعرها بدون ما تعمل أي جهود لا صرت أعرف إنه أنا بقدر أعمل نفس الشي وإذا لا بيكون ما بناسبني رح ألا إشي تاني بناسبني ويكون كتير حلو علي كمان مش لازم نكون يعني الأحلى ولا الأغنى والألطف يعني الأحسن هاد لا كلنا منتميز باختلافنا كل حدا فينا فيه إشي مختلف بميزه ما حدا رح يقدر ياخده منك مستحيل لأنه اللي الله كاتبه إليك رح تخديه إنتي ثالث شي تعلمي مهارة جديدة وكوني من فتحة على التجارب الجديدة إنه نتعلم شي جديد هذا الشي رح يساعدنا نتطور ونحس بشعور قوة إنه أنا عم بتعلم شي جديد عم بعمل إشي غير ومختلف بحياتي فعليا إنه نتحدى حالنا نعمل شي جديد مثلا أتعلم كيف أطبخ هذا الشي رح يعطيكي ثقة بحالك إنك بتعرف تطبخي أو تتعلمي كيف تنسقي ألوان أوعيكي مثلا أو تتعلمي ديزاين أو رسم أي شي إنتي حبيته رح يعطيكي ثقة بحالك لما نتعلم شي جديد رح نصير متقبلين ومنفتحين أكتر للتغيير بتصير حياتنا مليانة فعاليات وتجارب جديدة لأنه عم نتفش حالنا نعمل إشياء ما عمرنا توقعنا نقدر نعملها من قبل وهذا الحال بيولد ثقة وشعور بالرضا كتير شعور حلو خصصا ما تصيري تتعلمي أشياء جديدة وتتعرفي على ناس أو تصيري تنتبهي على الناس اللي حواليك عم بتعلموا أشياء جديدة بتصيري تقدريها أكتر بتبطل تصيري تحسي أنه لا أنا لازم كمان يكون عندي نفس الإشي لا بتصيري تقدري أنه هنة عم بتعلموا هذا الإشي لحالهم أنه كيف هنة مهتمين بهذا الإشي اللي أنت فعلياً مو مهتم فيه بس كتير غريب أنه هنة مهتمين فيه وحطين كل هذا الوقت فيه كل وقتهم فيه عشان هنة حبينه بتصيري تحبي قوتهم وتاخدي قوة من عندهم وهنة كمان ياخدوا قوة من عندك أنا من الناس اللي تعلمت أطبخ وأخبز وتعلمت الفوتوغرافي الموشن جرافيكس الأدتينج صحيح في منهم أشياء كانت جزء من مجال دراستي بالجامعة بس أنا حاولت أتعلم أكتر من اللي أنا أخدته بالجامعة وهالشي خلاني أتميز وأعطاني شعور بالثقة رابع شي اهتمي بمظهرك الخارجي هاي من أهم النقاط اللي حكيت عنها من قبل إنك تهتمي بمظهرك الخارجي خصوصاً عشان نفسك رح يعطيكي ثقة رهيبة بحالك لأنه ما بدنا نكذب بعض المظهر الخارجي أكيد مهم ومش إنه أكون أحلى حداً لا مش هاي الفكرة النظافة الشخصية الأواعي اللي نضيف البشر المهتمة فيها كلها هاي أشياء بتعطيكي شعور برضو عن حالك بتصيري قادرة إنك يعني تحكي مع الناس أكتر ومش بس كمان لما نطلع أو يكون فيه ناس جايين عندنا لا كل يوم كل يوم اهتمي بحالك حتى وإنتي بالبيت البسي الإشي اللي أنت حبيتها واللي حاس إنك حابة تلبسيها وظبطي حالك وحطي ميكوب إذا أنت حابة يعني أنا مثلاً هلا بالبيت قاعدة اليوم ما رح أطلع من البيت لابسي جينز ومظبط حالي زي كأني طالع بس يعني لا عادي أنا هيكة دائماً متعودة وخصيصاً لما أنت تكوني بنت محجبة أنا متحجبة الحمد لله الأشياء اللي بلبسها بالبيت غير عن الأشياء اللي بلبسها برعي يعني أنا برعاً مثلاً ما بلبس جينز إنه ضيق أو إشي زي هيك بطلت أحس حالي إني أقل من البنات خصيصاً كمتحجبة لإني بلبس هاي الأشياء بالبيت يعني مو حار محالي منها مش لإني متحجبة لازم دائماً لما أشتري أواعي بس أشتري أواعي طالع عادي بتقدري تشتري الأواعي اللي أنت فعلياً حابة أنك تلبسيها لأنه يعني عن جد مش لازم تكوني مرتبة وظابطة بس لما تطلعي لأنه أنت ما بتعرضي حالك لأي حداً نهائياً يعني مش هذا الهدف سواء أن كنتي متحجبة أو لا فقط مجرد لما تلتزمي بروتين صباحي ومسائي من ناحية العناية بالذات هاد لحاله رح يعطيكي شعور بالسكينة والهدوء والثقة بالنفس رح تصيري عارفة حالك وحابة الأشياء اللي أنت بتعمليها وحكولي بالكومنس إذا حابين أشارككم كيف ممكن تبلشوا بروتين معين وتلتزموا فيه خامس شي اتقبل المدح من الأشياء اللي غلط نحن بنعملها إنه إذا حداً حكانا آه شكلك كتير حلو اليوم دوري منجاوب إنه وإنتي كمان أو جهزت حالي بسرعة اليوم ما كنت كتير مركزة بشكلي أو لا أشكلي بالمرة مو ظابط مو طالع حلو شعري بالمرة ما عرفت ألف حجابي اليوم يعني هاي من الأشياء اللي نحنا للأسف منحكيها لما حداً يعطينا مدح لأنه لو بتفكري فيها يعني حداً مدح إشي فيكي ونحنا شو بصير؟ دوري منرد المدح أو منحكي لأ نحنا مش هيك منرجع للنقطة الأولى اللي حكينا عنها تدمير الذات ما عملي تقبله لا جربي إنك إذا حداً ما دحكي بأي إشي المرة الجاي جربي إنك تسكتي شوي تبتسمي تحكي شكراً نقطة بس بعرف حيكون إشي مش مريح يمكن يمكن يعني بس شوفي كيف رح تحسي بعدين يعني أنا أول مرة جربتها حسيت بشعور إنه لا أحس حالي شوي إنه مش منيحة إنه لا لازم أرد أو أحكي إنه أنت كمان أو أحكي إنه لا شكلي مش حلو وشي زي هيك لا أعدي بالدسكمفورت أعدي بعدم الارتياح بس أدقيني رح يساعدك هذا الإشي بثقتك بنفسك لقدام كتير لأنه بتصيري تتقبل المدح وصيري تحكي أوف عالياً أنا هيك مش من ناحية غرور لا من ناحية إنه إنتي عارفة قيمة حالك إنتي عارفة حالك وشايفة حالك عن جد لا تقللي من نور حالك عشان ترضي الناس الثانية هذا إشي أنا كنت كتير مزنبة فيه لا تقللي من نور حالك عشان ترضي الناس الثانية لا تقللي من حالك والروع القاسم ناس اللي انت فيها وبس يحكي شكرا تقبل المدح وانت نفسك امدحي حالك جسمك بيحتاج هذا الاشي يعني نحنا نحنا كبشر بنحتاج هذا الاشي عشان هيك ما منرضى بحالنا ومنوثق بحالنا لانه ما منحكي لحالنا الاشياء اللي احنا منحتاج نسمعها زي اللي منستنى اي حدا تاني يحكينا اياها ومنزعل اذا ما حدا حكالنا اياها تصدقيني لما تصيري تتقبلي المدح وخلص تسكتي ما بحكي انك مثلا ما تمدحي الناس بتانية لا انه امدحيها اذا انت حاسة انه فعليا اه انت حاب بشكلها اليوم بس جربي المرة الجاي انك تفكري بحالك بس ويحكي شكرا يعني نحنا للأسف لانه ما منحكي هاي الاشياء اللي حالنا منصير نطلبها من ناس تانيين فمنصير حرفيا نعمل اي اشي اشياء لا ارادية بس عشان ناخد المدح والمشكلة لما ناخده منصير نرده فهذا هاي مشكة هاي زي لوب زي دائرة هيك حلقة عم نظلنا نلف فيها لازم نكسرها انتي ما بتحتاجي اي حدا يحكي لك هيك عشان تحسي بالرضا ما بتحتاجي حدا يمدحك عشان انت تحسي بالرضا ضلك امدحي بحالك واهتمي بحالك يعني لحاله الاهتمام بذاتك زي كأنك عم تمدحي بحالك عم تهتمي بحالك بتبطلي تستني هذا الاهتمام من حدا تاني لا انتي نفسك عم تعطيه اكيد نحنا منحتاج من الاهتمام خصيصا المتزوجين الخطبين اكيد نحنا منحتاج لهذا الاهتمام من الجنس الاخر لكن ما بدنا يصير انه الاهتمام اللي عم ناخده منهم عم بيحققلنا ذاتنا ما بدنا هيك لا انتي ذاتك already متحققة بوجود رب العالمين بثقتك بحالك هيك انك تتقبل المدح وبتشوفي الاشياء الحلوة بحالك اهتمي بحالك وانتي عارفة انك بتستاهلي ركزي مع حالك وما تبخلي ع حالك شوفي كيف ثقتك رح تطير من صفر لمليون يعني انا هذا الاشي زبط معي وانا كثير متأكدة انه رح يزبط معاكي كمان سادس شيء الحمد الحمد لله الحمد لله على كل شيء صح الحمد هو من اهم الخطوات للسعادة والرضا لانه منصير ندقق بالاشياء اللي صغيرة ونقدرها ونقدر اللحظات اللي صغيرة اللي نحنا منهملها مرات اللي يمكن بيوم تروح من عندنا ونصير مستعدين نعمل اي اشي بس عشان ترجع الله بيحكي لو تعدوا نعمة الله لا تحصوها فعليا كل يوم خدي وقت من يومك اكتبي بدفترك الجرنل تاعتك الاشياء اللي انتي بتحمدي الله عليها باليوم يعني انا مثلا بلشت اعمل شغلة عملتها لمدة اسبوع انه بالجرنل تاعتي كل يوم بالليل بكتب اشي واحد انا بسطني باليوم اكتر اشي انا حسيت حالي فيه مبسوطة اليوم بتلاقيني مثلا انبسطت لاني اكلت تفاحة اليوم مثلا او انبسطت لاني حكيت مع خواتي باشي كتير مهم او لاني مثلا لعبت مع البسة تاعتي وكانت كتير قريبة مني او لاني زبطت شعاري اليوم كتير طالة حلو كان صرت ادقق بهاي الاشياء اللي الصغيرة بتصير تشوفي كل حياتك حلوة بتصير تشوفيها كلهاتها وردية عنجد رح تكون ايامك ازمر ردا كل ايامك رح تكون سعادة ورضا بحالك ان شاء الله سابع شي اكتبي افكارك ومشاعرك يعني بتترابط مع النقطة اللي قبلها انه جيرنالينج هو من اهم الاشياء اللي ممكن تعمليها كتير حكيت عنها من قبل اكتبي كل شي بتحسي كل يوم كل يوم اكتبي الافكار والمشاعر اللي انت بتحسي فيها الثقة هي اني اكون معتمدة على حدا ما امنة انه رح يساعدني كيف بدك توثقي بحدا انت ما بتعرفي ما بتعرفي شكله ما بتعرفي شو الاشياء اللي بيحبها او بيكرهه ما بتقدري صح؟ مستحيل نحن هيك اذا ما بنعرف حالنا ومشاعرنا كيف تتوقع توثقي بحالك اذا انت ما بتعرفي حالك وما بتسمعي لحالك وما بتسمعي لمشاعرك جسمك كل يوم بيصرخ بيحكي لك انه هو حابب يطلع هاي المشاعر عنده مشاعر مكبوتة بده يطلعها اسمحيله يطلعها خلي قلبك ومشاعرك تطلعها الكتابة بتساعدنا نعرف حالنا اكتر وبس نعرف حالنا منبلش نحب حالنا اكتر ونوثق بحالنا وعندي لكم اشي ممكن انكم تجربوا تكتبوه بدي ياكي تتخيلي او تفكري بالاشي اللي انت نفسك توصلي وتحقيقي اشي انت جد كتير حاببتي اوكا بعدين بدي ياكي تتخيلي البنت اللي انت نفسك تصريها احسن version منك احسن نسخة منك كيف شكلها شو لابسة شو عاملة حاطة ميكوب ولا لا كيف شعرها تخيليها انه يمكن تتخيليها بتضحك بعدين بدي ياكي تكتبه بالجورنال تاتك شو الاشي اللي نفسي اوصله واحققه واحسن نسخة مني البنت اللي انا نفسي اكونها لو تحكي معي هلا شو رح تحكيلي اغير بحالي او اشي اعمله عشان اوصل للشي اللي نفسي احققه كتير متحمسة اعرف شو رح يصير معكم وكتبولي بالcomments اذا حبيتوا تشاركوني بهذا الاشي انا كتبت هذا الجورنال برومت انه كتبت الاشي اللي انا نفسي اوصله وتخيلت البنت اللي انا نفسي يعني اكونها شو رح تحكيلي اكتشفت اشياء انا ما عمري توقعت اني بدي اياها اكتشفت اشياء عن حالي انا ما توقعت اني بدي اياها واذا حبيت تعرفي اكتر كيف ممكن تبلشي التغيير وتصير البنت اللي نفسك تصيريها اسمعي هاي الحلقة اللي بتحكي عن هالشي انا كتير مبسوطة اني رح اكون جزء من رحلة التغيير تاثي ضلك مآمنة بالله وبحالك ورح اشوفكم بالحلقة الجاي مع السلامة اشتركوا في القناة